من طراز كيا نوع حمل تقصف من عليها صواريخا صوب أربيل للمرة الثانية تصبح المدينة غير آمنة تحت ضربات صاروخية موجهة لم تكن العملية الأولى لقصف محيط مطار أربيل العملية السابقة كشف فيها مركز الروابط طبيعة الصواريخ التي قالت جيوفيزيائيين أنها أكبر من حجم الصواريخ التي اعتادت بعض الجماعات الخارج عن القانون إطلاقها فيها قصف محيط المطار حينها بسبع صواريخ هذه المرة قصفت أربيل بأربعة عشر صاروخا من عيار مئة وسبعة مل مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية يوثق التفاصيل والمستجدات للوقاع التي جرت مؤخرا عملية الخامس عشر من شباط الحالي استهدفت أربيل ومحيطها ومطارها الدولي وفيها القاعدة الأمريكية القريبة منها بأربعة عشر صاروخا ذاتج عنها إصابة عدد من البباني السكنية منها مبنى عسكري أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة خمسة عشر من الأمريكيين من بينهم جندي أمريكي وتأتي هذه العملية بعد آخر عملية قامت بها عناصر ميليشياوية بتاريخ الثلاثين من أيلول بإطلاق صواريخ كاتيوشا حيث انطلقت الصواريخ من منطقتين رججين وقريتاغ هرقي التي تقعان في ناحية خبات وزارة الداخلية في حكومة كردستان أعلنت أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع التحارف الدولي عثرت على منصة الإطلاق بين أربيل والقوير وعلى الرغم من تكرار الهجمة إلا أن التحقيقات لم تكشف الوجه الحقيقي الذي يقف وراء تحريك وجهة الصواريخ نتائج هجمات الصواريخ ترويع المشهد الأمني المستقر في أربيل لكنها رسائل مبطنة تفضح مستور العصابات الخارج عن القانون التي تضع المشهد السياسي في كل من بغداد وأربيل بموقف حرج أمام المجتمع الدولي ما يفتح باب التوتر والفوضى وإعاقة التعاون المطلوب بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وفلوله وخلاياه وكل العصابات مهما تعددت أسماؤها تقرأ الصورة الدموية والتفجيرية لحالة انفجار آخر من نوع الرد الصلب على جذور التي تحرك إشعال الحرائق في العراق وإثارة العبث الذي بدأ يأخذ طريقا خطيرا صوبة عميق فجوة العودة إلى مستقر العملية السياسية والأمنية في البلاد البلاد ترجمة نانسي قنقر